السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله السعادة تحصل بالعطاء لما تعطي تشعر بالسعادة كتشعر بواحد النوم عميق ومرتاح لما تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين هذه الزكاة ايضا قد خلقوا واحد النوع من التكافل الاجتماعي الناس في المجتمع كيعدوا متحابين كيعدوا الفقراء كيدعيوا للاغنياء بالمزيد من النجاح والفلاح والعطاء بخلاف ربما الافكار الاخرى مثل الفكر الشيوعي مثلا معروف انه يكره الاغنياء الفكر الشيوعي ثوي ويميلوا الى الدماء لو الاحمر وكيقول بان الاغنياء هم سبب تفقير الفقراء هم الذين اكلوا تروة البلاد هم الذين عندهم الليبرالية المتوحشة ويدعون عليهم بالسوء ويتمنون كسادهم لكن في الاسلام العكس في الاسلام كيقول لنا بان الاغنياء ربي جعلهم كذلك اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هو اللي يقاموا لنا عز وجل وربي شرف هذه الاغنية ملكي والسوء على الفقراء فالفقراء كلما زاد الغني غينا راككونوا والربح لانه غدي يعطي من ميال الزكاة وربي غدي بركليه فيدعو له بالرحمة والمغفرة والتواب ويوم القيامة غدي القول الاجر والتواب اعظم واكرم حينما يدخل العبد المؤمن على عتبات باب الجنة فيجد جبال كبيرة كمكة وثهامة من الحسنات فيقول هذه لك يقول يا ربي انا كثير يقول اعطيت مالا قليلا فنميته لك وربيته لك فصار على هذا القدر العظيم الجليل هذه فرصة ايها الاحب الكرام اننا نخرج زكاة اموالنا نبحث عن الفقراء نبحث عن المساكين ليبارك لنا الله تعالى وقد وعدنا بان ما نقص مال من زكاة المال لما تعطيه لا ينقص اثنان لا ينقصا اذا اعطيتها منهما الاول العلم العلم كلما اعطيت منه زاد والصدقات والزكاوات كلما اعطيت منها زادت وربنا يبارك في الجميع اسأل الله تعالى ان يتقبل من الجميع وان يغنينا من فضله وان يديم علينا سنة التراحم والتكافل والتضامن ونسأل الله تعالى ان يمطرنا امطر الخير اللهم اسقى عبادك وباهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا انطلبوا الله تعالى الامطار لان الامطار تتكون موقوفة بسبب ان الناس يقفون التراحم فيما بينهم وحينما يكون التراحم بين الناس وحينما يعطي الناس زكاة اموالهم وحينما يوسع الغني مننا على الفقير فان الله تعالى يباهي بين الملائك في السماء وبالتالي يعطينا الامطار في ابانها وفي المكان المناسب لها وبالكمية المطلوبة وان شاء الله تعالى ربنا الكريم اللطيف بعباده يكرمنا ويكرم جميع المسلمين والمسلمات اللهم امين اللهم امين اللهم امين والحمد لله رب العالمين قد يقول قائل انا اخرج الضريبة انا كان اخرج الضريبة على الاموال ديالي وعند تجارة وعند فلاحة وكان اضطي نأدي الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكاة الجواب لقال العلمة هو ان هناك فرق كبير ما بين الزكاة وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي وحق الدولة اما النظام الزكاة وحق الله فالدولة لكي تقوم اركانها لا بد لها من مداخل لانها عندها الجيش تحفظ به الامن العام للبلد وعندها الامن الوطني تحفظ به الامن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لا بد ان تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الاوقاف والشؤون الاسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من اين تقدم لهم الاجور والاتعاب والتعويضات من مال الضرائب فالنظام الضريبي هو خاص بالدولة حق الدولة اما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهم ضعفاء ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضريبة الضريبة ربما يأتي اليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لانه كدروا وسائل الاختفاء عنه في حين ان الزكاة انت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل هل نبديها ام نخفيها العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا قالوا لان حتى لا يقع الرياء فرجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه نديروها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديروها علانية لان الفرائد ينبغي فيها الاعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجوا للصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة منهم فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الناس يبسوا الجلباب الابيض يخرجوا الجمعة الفرائد فيها الاضهار الجهاد كذلك يا خيل الله هل امي الاضهار في الحج وادن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامر قلهم لبسوا الابس للإحرام الابيض ورفو صوتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك الاضهار فقال العلماء الفرائد لا بد ان يكون فيها الاضهار ومنها الزكا يكون فيها الاضهار ايضا باش الناس يعرفوا بان نرى هذه الفرائد ينبغي ان تخرج واللي ما كانش عارف او غافل احتويك تنافس واحتويك تحفز على اخراجها لكن شريطة ان يكون الاخلاص لا يكون الرياء هذه الزكاة تبطل بواحد المسألة حطيرة ننبه اليها هي بالمن والاذى كما قال الله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اللي كيعطيها وكي من على الاخرين او يعطيهم ويؤذيهم وكيقولهم كلام جارح ويمس كرامتهم لا بد ان نحافظ على كرامة الاخد الفقير نحافظ على كرامته نعطوها لهم قل يا درمشي ديالي هذا ديالك انا غم سخر ربي سبحانه وتعالى هو والدي فرض علينا هذا الامر فإنك الانسان ربما يخاف على نفسه هذا الامر ديالرياء ممكن ان يسند توزيعها الى غيره كان الناس في العاد الاسلام الاول كان ينظم صندوق البيت المال فكان الناس يأتون باموالهم الى صندوق بيت المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف صحابها بشيوزعها على الفقراء والمساكين في زماننا هذا لطالما كانت هناك مطالب على صعيد البرلمان وغيرها ان تكون هناك صندوق زكاة لكن يبدو ان الامر ترك للتوافق ديالناس فيما بينهم فالمغاربة كانوا يسندونها الى ائمة المساجد غالبا الانسان التاجر كيمشي الامام ديالجامع او الفقه ديالجامع او الخاطب ديالجامع اذا لمس فيه الصدق ولمس فيه الامانة يقول لي هذا مال الله جئت به الى بيت الله يعطيه لمن يستحقه وكانوا الناس يقصدوا الفقه ديالجامع وكي هو يشوف عينه ميزانه الحوما لكي يسكن فيها عارف الناس الفقراء والمساكين وكي يعطيها لهم بكل اريحية وهو يخاف يخاف من الله لان هناك الرقابة الالهية ممكن ان تعطى لبعض الجمعيات الاحسانية هناك جمعيات احسانية عندها ضوابيط وعندها شروط معروفة كتخون باعمال الخدمات ممكن اما كتحفر الابار اما كتبني المدارس اما كتعاون النساء المعنفات اما كتعطي الايتام الفقراء اما الاطفال المتخلة عنهم اما المرضى اللي عندهم امراض خطيرة مزمنة كين جمعيات كثيرة في كل مكان نتحر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله